سوريون فضلوا المعارك على الجلوس في خيام النزوح واللجوء هذا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي تحدثت عن أعداد كبير من اللاجئين السوريين يعودون أدراجهم من مخيم الزعتري في الأردن الصحيفة كشفت أن عدد من رجعوا إلى سوريا في أيام من شهر مايو تخطى لأول مرة عدد الذين دخلوا الأراضي الأردنية مصادر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلت للصحيفة أن 3000 سوريين خرجوا من الأردن نحو بلادهم في 19 من الشهر الجاري مؤكدة أن نحو 500 لاجئين دخلوا الأردن يوميا شهر مايو الماضي إلا أن 250 آخرين خرجوا يوميا الأسباب التي تقف وراء موجة العودة تعددت بحسب مصادر من المفوضية إلا أن السبب الأكبر انحصر بتطور المعارك في سوريا ما دفع باللاجئين إلى دخول بلادهم لدعم الثوار في وجه تقدم قوات النظام المدعومة من حزب الله في بعض المناطق سبب آخر دفع بالبعض إلى تحدي المخاطر المترتبة من العودة هو توقف مدخول العائلات في دول اللجوء هذا إلى جانب عودة بعض العائلات لتحقق من أصولها ومنازلها وصولا إلى من هربوا من أوضاع معيشية وصفوها بالمأسوية في مخيمات اللجوء في ظل التقس الحار والاقتضاض فيها إلا أن حركة العودة تلك بحسب مصادر من المفوضية تراجعت في الأيام الأخيرة لأسباب أرجعها مراقبون إلى ازدياد وطيرة عمليات المظام العسكرية عند المناطق المتاخمة للحدود الأردنية لارانبهان العربية